بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بادي أحباب نقدم لكم نص الفهم القرائي لماذا ما حل الأسئلة لماذا يجب أن يكون لكل شخص فرشاة خاصة الأسنان في فمك جراثيم ومايكروبات لكنك لا ترها ولا تشعر بها هذه المخلوقات الحية المتناهية في الصغر تنقل الأمراض فعلى سبيل المثال قد يكون في حنجرتك ولو لم تكن مريضة جرثومة قادرة على أن تسبب التهاب اللوزتين فلو بقيت هذه الجرثومة على فرشاة أسنانك ثم استخدمها أخوك أو أحد أفراد أسراتك فقد يصاب بالتهاب اللوزتين لماذا يجب أن نحافظ على نظافة منزلنا حتى لا تتجمع الأتربة والقاظرات فتكون ملجأا مفضلا تعيش فيه الجراثيم التي تنقل الأمراض فالبيت يعيش فيه أبوك وأمك وأسرتك جميعا ويجب عليك المحافظة على نظافة المناطق التي حولك فهذا يجعل مكان معيشتك أفضل ويستطيع كل مننا أن يحافظ على نظافة الشوارع والحضائق والأحياء التي نعيش فيها ويجعلها خالية من القاثورات كما يمكنك المساعدة في هذا إذا لم تلقي الفضلات على الأرض وحرصت على وضعها في صندوق القمامة لماذا تعد الضوطاء من أنواع التلوث؟ لأنها كفيلة بإضعاف متعة الحياة عند الناس والمخلوقات الحية الأخرى والضجيج المنبعث من حركة المرور والآلات يسبب للإنسان للضيق وتوتر الأعصاب ويهوق الاستيعاب والتركيز في الأعمال الذهرية وقد يصيب الناس بالصداع وآلام الرأس وعدم القدرة على اللوم بل إن استمرار الضوطاء يؤثر في السمع حتى يضعفه لماذا يحدث التصحر وما مخاطره؟ يتميز الضوطاء اللباتي النامي في المناطق الجافة بعدة خصائص حول طريقة تشكيله وطبيعة سطح الأرض التي ينمو فيها وذلك يجعله قادرا على مقاومة ظروف الجفاف والتنلمي الكمير في درجات الحرارة وتحمل الإشعاع الشمسي العالي ويلمو في المملكة العربية السعودية 12 نوعاً بلا الأشجار وتساهم هذه الأشجار في حفظ التوازن البيئي وتوفير الغذاء للحيوانات المستنسة والحفاظ على التنوع الحيوي كما أنها تستخدم للكلزه ولصد الرياح ومن الأخطار التي يواجهها الغطاء النباتي في المملكة الاحتطاب والرعي الجائر والتوسع العمراني واستخدام التقنيات واستخدام التقنيات للحديثة كالمناشير الآلية والسيارات ذات الدفع الرباعي بالتوسع في عملية الاحتطاب ومن مخاطر قطع الأشجار انخفاض إنتاجية الأراضي من الخشب وتقلس إنتاج الإكسوجين وازدياد مخاطر السيول والفيضانات وانجراف التربة السطحية واتساع مساحة التصحر وانخفاض مخزون المياه الجوفية السطحية أقرأوا نصة قراءة الثامنة ثم أجيبوا عن الأسئلة الآتية أختاروا الإجابة الصحيحة من بين القوسين ووضع الدائرة عليها تعيش الجراسين في الأماكن القذرة ما الأضرار الصحية ما الأضرار الصحية ما النتيجة عن الضوضاء الأضرار الصحية النتيجة عن الأضواء الأضواء عن الضوضاء ومن أبرز الأخطار التي يواجهها الغطاء النماتي ما أجيب إجابتهم مع بعض وضعتها هؤلاء تسبب الضوضاء على التراب والضيق وتوتر الأصاب وتعوق الاستيعاب والتركيز في الأعمال الذهرية وقد يصيب الناس الصناع وإلام الرأس وعدم القدرة على النوم واستمرارها يؤثر في السماء حتى يضعفه هذا إجابة الضوضاء أبرز الأخطار التي يواجهها الغطاء النماتي هذا السؤال رقم جيب هذا السؤال رقم جيب أبرز الأخطار التي يواجهها الغطاء النماتي في المملكة الاحتطاب والرعي الجائر والتوسع العمراني واستخدام التقنيات الحديثة كالمناشير الآلية والسيارات ذات الدفع الربعي بالتوسع في عملية الاحتطاب أقرأ بداية كل فترة مع تحقيق أسلوب الاستفهام أقرأ ما يأتي مع ضبط طراءتي ضبطا صحيحا والضجيج المنباث من حركة المرور والآلات يسبب للإنسان للطراب والضيق وتوتر الآصاب أقرأ الفقرة الآتيمة مع مراعاة أعقاء الجملة الاتراضية عن نغمة المناسبة وعلى سبيل المثال قد يكون في حنجرتك ولو لم تكن مريضا جرثومة قادرة على أن تسبب التهاب اللوزتين أقرأ ما يأتي في سرعة وانطلاق مع مراعاة سلامة النطق والوصل وسحة الواقع فالبيت يعيش فيه أبوك وأمك وأسرتك جميعا ويجب عليك المحافظة على مظافة المناطق التي حولك أضع علامة صح يمين المعنى المناسب لما فوق الخط المتناهية في الصغر المتناهية في الصغر هذه المخلوقات الحية المتناهية في الصغر يعني الشديدة الصغر التدني الكبير في درجات الحرارة يعني الهبوط في درجات الحرارة لأنها كفيلة بإضعاف المتعة كفيلة يعني قديرة وتعوق الاستيعاب يعني تؤخر الاستيعاب تعوق يعني تؤخر أبحث في نص لماذا عن ضد الكلمات الآتية العلوء الضوضاء الضوضاء تقويات إضعاف تضيق التوسع لا تنسوا اللايك يا أبطال لا تحرموني من اللايك الجميل بتاعكم ما تقلوا عليّ به والاشتراك أكره الفقرات المقابلة للصورة كراءة صاميطة في نص الفهم الكراءة أختار جملة ملاسمة من كل فقرة التي أكتبها تحت الصور عاوزنا نكتب جمل تحت الصور أي جملة من العبارات التي توجد لك تكتبها تحت ليه الصورة سنزبوا لها في النهاية اختاروا جملة ملاسمة من كل فقرة التي أكتبها تحت الصورة تصفحوا نص ما استخرق ما يات مخلوقات حية وتناهية في الصغر تنقلوا الأمراض هي الجراسيم الجراسيم بالمخاطر قطع الأشجار من مخاطر قطع الأشجار لما يعني لو إحنا قطعنا الأشجار ماذا سيحدث ماذا سيحدث إذا قطعنا الأشجار انخفاض انتقية الخشب والأكسوجين اكتبها انخفاض انتقية الخشب والأكسوجين وإزياد خطر تيول والفيضانات وانجراف التربة لأنه الأشجار بتصد رياح السطحية واتساع مساحة فحم في بازع حدتك تكفي مانا هذا مخاطر قطع الأشجار اللي عندنا لسأضطر لأنه أمسح هذا ويساهم وجود الأشجار فيه خلاص عرفناك مخاطر قطع الأشجار انخفاض انتقية الخشب والأكسوجين وإزياد مخاطر السيول والفيضانات وانجراف التربة السطحية واتساع مساحة التصح أنا مساحها حتى يساهم وجود الأشجار في تعم وجود الأشجار في حفظ التوازن التوازن البيئي وتوفير الغذاء للحيوانات المستأنسح يعني الحيوانات التي طرعها على العشب والحفاظ على التنوع الحيوي وتستخدم تستخدم تنز وسط الرياح هذا يساهم وجود الأشجار نفذ التوازن البيئي توفير الغذاء لحنات المستأنسة الحفاظ على التنوع الحيوي استخدم التنز صد الرياح لماذا يجب على الإنسان استخدام فرشاة خاصة لأسنانه لأن الفم به جراثيم وقد ننتقل إلى الفرشاة فإذا استخدامها غيري وقد تنبقل إليه الجراثيم وتصيبه بالتهاب اللوزتين بموالتهاب اللوزتين كيف نستطيع أنك عن فوسنا من أخطار الضوضاء آخر سؤال نفتعد عن الضوضاء والأصوات العالية ولا نرفع أو للمزيار أو الفاز أو آلة التنبيه أو آلة التنبيه في السيارة نستطيع عن الضوضاء والأصوات العالية ولا نرفع الصوت للمزيار هذا السؤال إجابة الرقم أربعة لكن وضعته فوق حتى نراه تختلف الضوضاء عن بقية الملوسات بما تختلف وماذا تلوث الضوضاء تختلف عن بقية الملوسات لماذا لأن الملوس الضوضائي لا نراه بالعين وإنما هو ملوس سمعي هذا هو السبب تختلف لأن الملوس الضوضاء لا نراه بالعين وإنما أقول لي وماذا تلوث هذا النقطة الثانية هي تلوث سمعي تلوث السمع تلوث السمع ماذا أفعل إذا رأيت رجلا يقطع الأشجار ليبيع جذوعها حطبا أفعله أفعله له هذه الأشجار تفيدنا جميعا وتعطينا الأكسوجين وتصد الرياح محافظ عليها رأيت طفلا يرمي القمامة مبابع الجيران أقول له باعها في صندوق القمامة فهذا قطع تلوث تلوث مكترحات لما يأتي ترايك الوقاية من الأمراض المعلمية لا نخالط المرضى نأخذ تطعيمات مثلا مثلا في الوانزة الموسمية نبتعد عن الأماكن المجدحة التليب للقضاء على الحشرات في المنزل النظافة تقصير نباتات القضيقة يعني تساعد على تسرة الحشرات تخدام المنظفات والمطهرات والمبيدات للقضاء عليها المنظفات المنظفات هنا علامة تعجب ما أحسن الربيعة ما أروع الشارع النظيفة ما أجمل البحر سيب التعجب يكون هكذا ما أروع الشارع النظيفة ما أجمل البحر ما أحسن الربيعة ما أخطر المواد التي تسبب طلوث الأمار التعجب ما يكون على وزن أفعل ما أحسن ما أخطر ما أروع كل على وزن أجمل يدل على التعجب في الكتابة بعلامة التعجب اللي هي ممحد وتحت نقطة هذا وفي الكلام يعبر عنه بتعبير نغمة الصوت تغييرا ينبئ عن الدهشة والأول الفعل كما فعلت وردم الكلمات الأتيها لأكون جملا تحوي أساليم تعجب يلا ما أجمل ما أجمل وحط على فتحة ما أجمل الجو الجو ليلا في الصحراء ما أجمل الجو ليلا الجو ليلا في الصحراء وحط على متعجب لازم عشان تصير أعجب ما أسكى رائحة الغروب عند البحر ما أسكى أسكى رائحة الغروب عند البحر قلنا لا نستطيع أن نضع فتحة فاو تكلم من أسكى لأن الألف المقصورة تتعذر وجود الفتحة عليها هي تكون فتحة مكبرة نضع علامة التعجب ما أسكى رائحة الغروب عند البحر التعجب لا ننسى نضع علامة التعجب أكتب تعريفا مناسبا للبيئة البيئة كل ما يحيط كل ما يحيط بالإنسان من أشياء طبيعية مثل السمس والهواء وبشرية مثل المباني المدارس وغيره وتؤثر في الإنسان ويؤثر فيها الإنسان البيئة تؤثر فيك وأنت تؤثر فيها هل تتلوش الهواء ولا هواء يصيبك بالانتعاش لبا إذن البيئة كل ما يحيط بالإنسان من أشياء طبيعية وأشياء مشارية وتؤثر في الإنسان ويؤثر فيها الإنسان أنسخوا الفقرة الأولى في دفتري أبحث عن صور تمثل البيئة السليمة الصحية والصور تمثل البيئة الضرة وأضمها ملاف في التعليم وأكد نقول قد انتهينا من هذا الدرس لا تبقى علينا باللايك والاشتراك والدعاء لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته